اول مباراة لأيبها لعلم الاب كيسря لعى لعن دال مثل سان فاتكيت مع مين؟ كانت مع المنتري مونتيري المكسيكيا وكسبناها بهذا في محمد هاني مونتيري المكسيكيا موانت هاني مين طبع دي اه اه كان رامي ربيعة اللي فرقة كلها عمل abi亜ات تاني متش كazi طهر محمد طهر عمل مباراة كبيرة جدة اه الفكرة دي كانت تنين البون بتاعته اه ت könnten bring to it عمل في المرة دي شغل هجوم عظيم جدا في العجمات المهاجم. بس. في العجمات المرتدة. انا قلت لك هنا بتكلم على الاجنحة. وقلت لك انا لا افضل انه يلعب بشريف وكهربا. لما نيجي نروح لقلت المهاجم هقولك يا تاو يا تاوهر. انا بصراحة انا انا في تشتت ما بين هل هو الافضل يكون حسيني الشحات ولا طهر محمد طهر. طهر محمد طهر على النواحة البدنية قوي جدا وغلاوي واجريسيف. وفي سرعة العدو طولي بيبقى سريع جدا. حسيني الشح الشحات الناحة التانية كاس عامدة بتاعه. يعني هو في كده في كاميا ما بينه وبينه وبينه بطولة. زاد انه هو لقى قدام ريال مادريد قبل كده. وحسيني الشحات جواه التمنتاشر وفي المساحات في شهاد حاجات كده بيعملها بتطلع منه بتبقى غريبة حتى على المشاهد ولكن بيبقى رائع. فعشان كده بقولك انا عاوز استغل العامل النفسي لحسيني الشحات. بس سواء حسين او طهر انا الاتنين بالنسبة لي رائعين. بس انا بفضل طهر. لا دي الحيرة الحلوة الك الكبرة اللي عند حلوة وكبيرة. عند مارس الكولر في ثلاثة جابها اليمين. كل واحد منهم في سبب يخليك انت كمدير فني او انت كجمهور او انت كمتابع. تفضل ان ده اللي يلعب. لما تيجي تقول بيرسي تاوي الحالة الجيدة اللي عليها بعد الاصابة والمباراتين اللي اللي لعبهم ما ممتاز. وحتى الجول اللي سجلوا في كاس عامل اندية هو طالع من جابها اليمين. ادي واحد. طب حسيني الشحات هو افضل لعيب في الخط الامام للنادي الاهلي من حيث سبات المشتوق في المبار العشرة حتاشر للاخير. طب طاهر. طاهر المباراة شكلها بتاعته. بنتكلم على جابها شمال خطيرة جدا. وانا عايز اقفلها بمحمد هاني وطاهر. علشان اقفل على فينيسيوس. وعطى الجزء كبير. من الجزء. فتلاقي ان كل واحد دي حيرة حلوة قوي. عند الراجل. عند عند مارس الكولر. انا واحد من الناس كل حاجة لها كل حاجة لها ميزة وعيب. طب انا انا ممكن احل الحيرة دي كلها. قول. قول. ما لقى بحسين الشحات وطاهر وبيرس تاوي. طب انا اقول لك على ح طاهر. نقل الطاهر اللي فات. حسيت ان طاهر بقاله فترة بعيدة عن الناحة الشمال. مفتقد حساسية المكان شوية. شوية. وانا في ماتشر ما تريد انا مش قادر اجرب. ما عنديش اوبشنز ان انا اللعيبي يبقتيح ربع ساعة. او حاسس ان هو مش حاسس بالمكان. عشان كده انا شايف انو الحيرة اللي عند الراجل هتكون عبقادر هيلعب ولا مش هيلعب. تاني. انا عارف الناس هتتكلم على انو الحمل البدني وانو القدرات البدنية بتاع بقادر مش افضل شيء. وانو القدرات الد لعيبي يشدني يا كريم لفوق. انا عندي لعبة تقدر تعمل الشغل التاكتكل في الجزء الدفاعي بشكل كويس. عندي سبع لعيبة. حمدي والسلية والديانج والرباع الخلفي. ولو لعبت طاهر بعندي تمانية. طب ما انا محتاج واحد يشدني لفوق. الملعب ما ينفعش عادلة الملعب ما تنفعش حسين هو عبقادر الاتنين على البنش. دي وجهت نظري. الاتنين على البنش لأ. يعني الرجل لو راح لواحد ومعاه طاهر في ناحية تعدي. يعني لو راح لحسين ومعاه طاهر في ناحية التانية تعدي. لو راح لطاهر انه يلعب فرود وحسين يلعب يلعب جناح تعدي. لك من هو ما بيجربش طاهر خلص في دي. لكن انه انه حسين وعبد القادر لتنين موجودين في الملعب. لابعندنا مشكلة كبيرة جدا في القوف عالكل. انا انا شايف بقى التلاتة اللي قدام. الافضل. يعني افضل حاجة لما رسل كلور غدا مقارنة بالفرقة اللي انت هتلعبها وبريال مدريد وبالمساحات هتسبها دي. بيرسي تاو فرود. وعلى الناحية اليمين حسين الشحات. ايوة او طاهر محمد. او قنول حسين الشحات. وعلى الناحية الشمال. خلينا حسين الشحات افضل لان حسين الشحات مدنيا افضل من طاهر محمد طاهر. بيرسي تاو مهاجم. احمد عبد القادر الشمال. احمد عبد القادر الشمال ليه؟ مع ان احنا بننتقده كتير جدا. احمد عبد القادر في مباراة زي دي. في المساحة اللي هتفتح. ومع واحد زي كربخال رائع طبعا. خصوصا ان الكربخال كان مستويحش او السنة الفات. ولكن جي مسلا قدام لويس دياس في مبارات لي ليفر بول ورياما دريد الفاينال. قصر لويس دياس. ولكن احمد عبد القادر في المساحة اللي هتبقى موجود اعتقد ان واحد على واحد هيقدر يشدك ويطلع بيك وهيبقى ليه لمحات كتيرة جدا. احنا بننتقد احمد عبد القادر في الزعمة انه بيعمل واحد واثنين وتلاتة واربعة. ولكن في المساحة دي احمد قادر مميز جدا. طب ليه بيرسي تاو فروت؟ انا بيرسي تاو بالنسبة لي هو اسكى لعيب في التلت الهجومي في النادي الاهلي. راجل بيعرف يتحرك كوي جدا في ظهر المدافعين لما لعب فروت مع النادي الاهلي في كزا مباراة بيعرف تحرك كويس جدا من خلف المدافعين. عنده هدوء بشكل اكتر من راعة جوة التمنتاشر. الجون اللي جابه في المباراة اللي فاتت. والجوم بتاع الرجاء. الجوم بتاع الرجاء. اي لعيب كورة في مصر. كورة بتاعت الرجاء دي بتاعت الاهلي ورجاء في السوبر. ايه هيحط وش رجله عطول الرجل رقص الملعب كله. رقص الجمائل ورقص الرجاء ورقص الاهلي. فهو قراراته مهمة جدا. ز زائد ان هو الفينش بتاعه. افضل. افضل بكتير. شفنا الكورة اللي حطها بيمين وما عنده اشوال. دي نقطة اللي عاوز اكلمك عليها. عاوز اقول لك على حاجة لازم مارس الكورة واعتقد بنسبة كبيرة ان دي مش هتحصل بكرة. وهي ان النادي الاهلي يفكر يبتدي الهجمة من تحته يتدرج بالكورة زي ما بيلعب خلص. لان زي ما جيمي بيقول لك بيقول لك ما يلاش يلعب اربعة واحدة اربعة واحدة. هو النادي الاهلي بيلعب الاربعة. قال لي دانج هو اللي بينزل السلم ي يعمل البلد اوب من تحت من الاتنين الاتنين مساكين. وبتلاقي ان الحمد فتح يزق. وعمر السلاء يزق. ده مش هينفع خلص بكرة.